السلام عليكم معاكم شاير من موقع ايرو سكيرتي ان شاء الله اليوم هاشرح لكم عن ثغرة SCSRF واللي تعني Core Site to Twist for Geary تم اكتشافها في سنة 2001 وهذا الثغرة اذا نشوف من موقع وكيفيديا عن الثغرة راح نشوف انه يسمى One Click Attack اي اول ما تضغط click راح يصير اتاعت عليك او ما يسمى ب CSRF وهذا الثغرة راح نعرف من هنا Unlike Core Site Scripting XSS هذا الثغرة ليس ب XSS ما عنده اي علاقة من هذا النوع ممكن تطور الى هذا الثغرة بس حاليا ما يصير يعني هذا غير شي راح انا بالبداء برمجة script هذا script يتحدث عن ايش مثلا انا عندي موقع مثل موقع تويتر تمام موقع تويتر قدنا مثلا نقول اريد اقوم بتويت Hello Word تمام احنا كهاكا اخلاقي شلون نكتشف هذا الثغرة اول شي هذا الشكل ببسط جدا ممكن موقع متطور اكثر تكشف الصعب شو نسوي راح نروح نفتح برنامج الواير شارك واشعك مفتوح عندي ورح ندخل على الواي فاي او الارث او اي شي او لوكال انا عندي الوكال يعني ففتحت على الوكال هنا راح نشوف كل الاتصالات اللي يروح الوكال حاليا كل تي سي فيو لو احنا نجي هنا نقول مثال فات كليمة نقول hi تمام راح نسوي send ونرجع للوار شارك السريع شوية ونجي هنا نشوف شوية نروح فوق نروح 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 عطا ما لقيها وين 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 اي او الجد تمام راح نجي هنا نشوف هذا الريكوست اللي على الفولدر csr csrf slash tweet تمام هذا راح على السكريبت هذا راح يشرح السكريبت حسا وكيف راح نشوف هنا انو الريكوست متود get تمام والريكوست url هذا الريكوست تمام راح نستخدم هذا عرفنا انو في الريكوست يسوي السكريبت واللي هي get من هذا الget غاح يروح يحفظه في ال data base شلون نجي للكوت نظر مجد كود بسيط من php هذا الكود يشوي شنو اي نتيجة تمام في البداية راح يشيك اذا اكو if tweet تمام if tweet ما نعرف شنو هو فراح نروح else 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 شنو في ال else اكو كود html بسيط واللي هو هذا الكود هذا الكود شي سوي هذا الكود راح يروح على المتصفح اذا ما في اي امر من المستخدم راح يروح على هذا الصفحة التلقائي تمام بس لو في اجل يوزر وكتب اي شي اهنا وعمل سين وين راح يروح هنا في input name tweet تمام راح تروح get من الامر method get راح تروح method get اهنا ifs set get تمام tweet اذا في اي مثلا value في التويت راح يروح يفتح هذا بس راح يروح ما راح يعمل هذول كله ف هنا راح يعمل connection to the database الاتصال على الاتباس وبعدين يجي ياخد هذا الاتباس او ال data وراح يخرج منك كل skull injection اذا في skull injection راح يرجع return عفوا return zero او null تمام اذا في skull injection راح يروح return zero or null هذا الماثود اذا يعرف المبروزين يعني فهنا راح يروح my skull query راح يعمل insert لل data اللي اخدها من ال get وراح يخليه في ال database تمام راح نجي نشوف ال database database شي عادي database اسكوريتي اهنا data hello world و ايدي تمام احنا عمل هاي وراح hello world خزن hello world هنا else if is set get show الشو شي يعمل راح يروح يعمل connection لل database وبعدين يقول get the data tweets from the database اول شي راح يجيب data from database او من database بعدين راح يروح يعمل add لل data لل var او المتغير tweet تمام مع tweets tweet ايه بعدين راح يروح يعمل print للتويت اللي اخدناه من هنا وراح يعمل سطر جديد او بر للموارجة جميلية او فهنا basic code ما في المشكلة تمام نجي هنا شوين حاول نستقل الموقع مثلا نقول اساك اساك تمام اساكيرتي راح يروح سين سين احنا عرفنا من هنا الرابط او هذا يكون مواقع مثلا اول ما تسوي توز رأسا يجي تلقائي على صفحة اخرى عمل تلحق تشوف الرابط فتقدر تجي من الوارشار وتكشف الاتصال مثلا احنا دائما كل الاتصال ايه اخضر الاتصالات الاخضر تكون اتصالات مثل اشاك احنا عدنا مثلا نروح اخر 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 شي راح نجي هنا نشوف في اتصال ل user server لا user server نروح نروح عتمان وين ايه ايه شفتو get user tweet i security send تمام هنا عرفنا انه في اتصال get the server شو نستخدم هذا الكود عندي موقع انا برمج سب نفسي يعني موقع حذا عن بلوغر او مدونة هذا المدونة موقع عادي اي واحد ممكن يدخل عليه ويشوف مواضيع ويدخل صفحات اخرى ويجي صفحات من صفحات اخر شنو كيف المهاجم يستخدم او كيف الهاكر نستخدم هذا الشيء طعا في الموقع اذا نروح جوه جوه سورس الموقع راح نشوف image with one height one في الامage اكو سورس للامage سورس الامage وين localhost او الموقع الموجود عليه crf index.php tweet هاكد باي شاير باي باي شاير تمام انا راح ليش استخدمنا one وone حتى ما اذا لود المتصفح الصورة المستخدم ما راح يشوف width one و height one مستحيل ممكن اي واحد يشوف width one الا اذا شفت الصورس يعني فاهنا شنو راح يصير اهنا قلنا له سوي لنا tweet هاكد باي شاير تمام راح نروح show ماكو اي هاكد باي شاير تمام بس لو نجي ندخل للمثال الموقع ونتصفح about us by not right yet باي مو مشكلة نجي نسوي refresh او reload راح نروح نشوف في الموقع موجود هاكد باي شاير تمام يعني احنا استخدمنا الكوكيس الموجودة للموقع مثلا شون نستخدم الكوكيس موجودة للموقع مثلا احنا لو ندخل الموقع الفيسبوك مباشرة راح يدخل الموقع اللي احنا في عندنا كوكيس للموقع الفيسبوك داخل المتصفح اللي هي بيه الباسورد والايميل او مثلا اي دي للكوكيس حتى الداة يعرف شلون الاي دي واليوزر والباسورد للمستخدم ويجيب المعلومات ورأسا يدخل بدون ما يقول login تمام بس هنا هو داخل للموقع مثلا اي موقع تدخله مثلا هو داخل للموقع وتصفح الموقع تدخله وهو فاتحه ايا فيسبوك احنا عدنا سيشن الفيسبوك مفتوح والموقع مفتوح فهو الشي راح يسوي راح يروح يعمل اتصال للفيسبوك يعمل اتصال للفيسبوك او للموقع البي ويستغل الثغرة مثلا يكتب هاك الباشار او يكتب ميسج او موقع او دينك مثلا اي واحد يقدر يدخل عليه بعدين ها من هذا الشخص يروح على يكتب بحسابه او اشياء مثلا يشنشوفها يومين هواية مثلا تمام مثلا احنا فالموقع الويكيبيديا مركتوب هادا الثغرة ليس بثغرة اكس اس اس هادا الشي غلط من هادا الثغرة احنا نقدر نستقدم الاكس اس 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 شلون نكتب سكرت صاح سكرت داخل الــــــرير P眾رة بن Economics by share تمام راح نصدق راح نروح ناخد المقعدة الموقع هذا ورح نجي لشو نشوف هاكد باي شاير ليش هو راح اخذ هذا الداتا وخلاه بالداتا بيس بعده اجه لوضه هنا فهو رأسا عح يروح يعملي لهذا احنا نقدر مثلا نقول الاكس اس اس العادي مثلا يقول اه عفوا دوك يوميند فوت كوكيس راح يروح ونشوف شو اني نجيب حافظ باشار نفس الشي ليش اها عدى اثنين عدى اثنين الليفت فهو بس راح يسوي الاول رازم نسح فز واحدة منهم عصير يروح نفسح تمام كوكيس احنا يجي ما راح يفعل لشي لي انه ما في كوكيس اسلط احنا هنا تقريبا فهمني الثغرة اكثر ان شاء الله راح احاول اكتب اشياء اكثر على الثغرة داخل المدون او الكتابة وعدنا فيديو اللي يحبي يشوف الفيديو اللي يحبي يقدر يقرأ بس فأحاول أكتب معلومات أكثر أو مواقع ممكن تفيدك عن الثغر كان معك شار من موقعي سكرت شكرا